فلينجح السوداني حيث فشل الكاظمي تضخيم الأمل في ظل حكومة جديدة مشروع الجرائم الكبرى مستمر في إيران وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم الأمريكيون لآل سعود فلتواجه الحوثيين بأنفسكم ابقوا معنا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم وبركاته قبل أن أبدأ في تناول هذا المحور الخطير والمهم حيث الأمل كبير جدا بحكومة جديدة يشكلها السيد محمد شياع السوداني لا بد أن أشير إلى اللقاء الهام الذي جرى قبل أيام بين الإمام السيد آية الله العظمى السيد علي السيستاني والمسؤولين على مؤسسة العين للاهتمام باليتامة أوصى السيد الإمام علي السيستاني القائمين على هذا المشروع الذي يهتم بالأيتام أوصاهم بالاهتمام بشكل كبير جدا بهؤلاء قال لهم إن بلادنا رصيدها اليتامة هنيئا لمن يخدم هؤلاء ولا يجعلهم عرضة للضياع والاستغلال رصيدنا يوم نلقى الله هو خدمة هؤلاء الأيتام والوقوف على حوائجهم لقضائها حتما حقيقة هذا موضوع أنا أذا تذكرون تحدثنا في ذكرى ميلاد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتحدثنا عن أهمية الاهتمام بهؤلاء الأيتام والحمد لله أيضا لاحظت أن سماحة الإمام السيستاني يولي أهمية كبيرة بهذا المشروع هذا يعني أننا يجب أن نكون على هذه السكة اهتمام كبير من الجميع لكي نكون في خدمة الأيتام هؤلاء هم الذين سيحفظون العراق من الضياع إذا حافظنا عليهم من الضياع ومن التشتت ومن الاستغلال يقول السيد السيستاني لهؤلاء الذين التقاهم وهو يوصيهم بهؤلاء الأيتام يقول لهم ألا يشتهي أحدنا أن يكون لصيقا بكث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عجبا عبارة تستحق مننا الوقوف عندها كثيرا هل تعلمون أن أكثر من ستة وثمانية ستة وثمانين ألف يتيم تهتم بهم هذه المؤسسة التابعة لسماحة السيد علي السيستاني أوه أشوفهم على الفيسبوك وفي بعض وسائل التواصل الاجتماعي والله دولة من الدول في المنطقة مشكورة في المنطقة تكفلت بعلاج طفله مثلا تعال شوف عدد الذين يقوموا سماحته بعلاجهم وفي هذه المؤسسة وعموم العتبة العباسية والعتبة الحسينية إن شاء الله سأخصص حلقات للحديث حول هذا الموضوع لكن أنا الآن أمام هذا السؤال المهم والخطير هل ينجح السوداني حيث فشل الكاظمي هل هناك بالفعل أمل أخيرا في أن يتمكن السيد محمد الشياع السوداني من إيجاد معادلة جديدة في الحكومة على أنقاض معادلة المحاصصة ومعادلة شيئني وشيئلك وهذه المعادلة التي مضت عليها العملية السياسية منذ انطلاقها خصوصا بعد إجراء أول انتخابات برلمانية في العام 2005 وبعد ذلك تشكيل الحكومات طبعا لا بد أن أنوه مرة أخرى للتذكير لأني ألاحظ في وسائل التواصل الاجتماعي وفي قنواتنا الفضائية والقنوات الفضائية بشكل عام هؤلاء الذين يتحدثون عن الإصلاح ويزعمون أنهم دعاة إصلاح يكذبون في قضايا كثيرة ما يتعلق الأمر بالدستور مثلا يقولون علينا أن نقوم بإصلاح جذري وننهي العمل بدستور بريمر هل هذا دستور بريمر هذا دستور كتبه العراقيون بأنفسهم بأياديهم وبإصرار مباشر من سماحة السيد علي السستاني كان يصر على كتابة الدستور بأيادي عراقية وجهض مشروع دستور بريمر كان عنده دستور جاهز ألغاه وروحوا شوفوا تصريحات ممثل الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك حول هذا الموضوع غسان سلامة شوفوا على التلفزيونات شون يحكي على هذا الدستور وعلى دستور بريمر وعلى ما قام به سماحة السيد علي السستاني الحقيقة أنا أقول مع ملاحظة طبعاً أنه هناك أمل نلاحظ أن هناك فرح كبير الكثير فرحان نعم هناك محبطون هناك من يريد أن يضع العصية في دواليه بالحكومة المقبلة خصوصاً إذا أصروا وهذا تحدي التحدي الأول هو كيف يشكل الآخ محمد الشيع السوداني حكومته وكيف يختار الوزراء وكيف أيضاً يقوموا بعمليات قيادات التغيير اللازمة لإحلال قيادات جديدة أو إعادة القيادات القديمة في الأمن في الإعلام في الاقتصاد التي قام السيد مصطفى الكارمي بتغييرها وانتوا جاي تشوفون النتائج يعني هذه النتائج الآن فيما يتعلق بالكشف عن الفساد هنا وهناك فيما يتعلق بالانفلات الأمني الكثير من الأزمات والتحديات ستواجهها حكومة السيد محمد الشيع السوداني ومن غير المعقول أن ننتظر حصن سحرية بيد السيد السوداني ليحقق لنا كل ما نريده خصوصا وأن الذي تسرب هو أن هذه الحكومة عمرها سنة ونصف وهذا أمر عجيب يعني ليش الحكومة سنة ونصف والله حتى تحضر الانتخابات المبكرة وانتوا شفتوا كل المجتمع الدولي بغض النظر عن أهدافه أسأجيكم على أهداف هذا الاهتمام من المجتمع الدولي بغض النظر كلهم يقولون بأن العراق ليس بحاجة إلى انتخابات مبكرة لأنه راح ندور في حلقة مفرغة وفي دائرة مفرغة باتر انتهم تزعل أو جهة سياسية تزعل هنا وهناك وبالنتيجة انتهم راح تسوي انتخابات مبكرة لأن هذه الجهة زعلت هذا الزعيم السياسي زعل لا لا الرهان يجب أن يكون على حكومة كاملة الصلاحيات حتى الانتخابات العامة المقبلة يعني على الأقل حكومة السيد محمد الشاع السوداني يجب أن تكون ثلاث سنوات ثلاث سنوات وصير انتخابات عادية مثل بقية الانتخابات السابقة طبعا بشرطها وشروطها قبل ذلك يجب إعداد قانون انتخابات جديد قبل ذلك يجب النظر في موضوع مفوضية الانتخابات وقبل ذلك أيضا يجب إعادة النظر كما قلت لكم في المحافظين في القيادات السياسية في هذه الدرجات الخاصة المناصب الحكومية الموجودة ربما لدى بعض الجهات التي هي في الأساس لا تؤمنوا بالعملية السياسية الجارية ولا تؤيد حكومة السيد محمد الشاع السوداني وبإمكانها أن تضع العراقيل أمامه لتفشله هذا تحدي كبير أنت حتى تجي تحاسب حكومة السيد محمد الشاع السوداني عليك أن تطلق يده في اختيار الوزراء هذا واحد وعليك أن تطلق يده في الإيجاد الطاقم الذي يعمل معه سواء في العاصمة بل وفي المحافظات وانتو شفتوا الفترة الماضية يعني هاي المظاهرات وهاي الاحتجاجات التي يجري تحريكها يجري تحريكها من المدن الجنوبية من مدن الوسط من المدن الشيعية خلن نحكيها طيق طيق فإلا الآن الإسلاميون كلهم بلا استثناء أمامه وطبعا الشعب العراقي أيضا كله وخصوصا هذا التحالف أو هذا الائتلاف الجديد الذي سمي بائتلاف إدارة الدولة كلهم على المحك خصوصا الإسلاميين يجب أن تنجح حكومة محمد الشاع السوداني لكن يجب أن لا نضع الأمل كبيرا ونخدع المواطنين ونقلهم يابا ترى عدنا ستتغير كل الأمور في ليلة وضحاها بالنسبة للسفير الأمريكية ولايات المتحدة المجتمع الدولي بلاسقار السفير البريطاني هؤلاء كلهم وأنا سأفصل الحديث عن هذا إن شاء الله في الأيام المقبلة هؤلاء كلهم أيضا أبدوا اهتماما واستعدادا للتعاون مع السيد محمد الشاع السوداني لأهداف تخصهم عليك أن لا تثق بأهدافهم نعم الوضع الدولي قضية الطاقة قضية الشتاء القادم المشكلة مع اليمن الهدنة تفاصيل أخرى في لبنان روسيا وأوكرانيا نروف كثيرة تدفعهم لكي لا يفرطوا الآن بالأمن والاستقرار في العراق لكنهم في نفس الوقت يريدون أن يعطوا انطباعا أن محمد الشاع السوداني يملك كل الأوراق التي تؤخله للنجاح وفي نفس الوقت يضعون العراقيل أمامه للفشل فماذا أنتم فاعلون ابقوا معنا جرائم كبرى قادمة في إيران مشروع الجرائم مستمر في الجمهورية الإسلامية لكن الله سبحانه وتعالى يقول وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون أولا يجب أن نوجه التحية إلى الجمهورية الإسلامية وإلى الشعب الإيراني العظيم الذي نجح في إجهاض كل المؤامرات التي حيكت ضد هذا الشعب الإيراني العظيم وضد قيادته الرشيدة حتى قبل أن تنتصر الثورة الإسلامية في فبراير شباب 1979 منذ ذلك الوقت والمؤامرات تترى ضد الثورة الإسلامية لكي تجهض تم زرع عملاء هنا وهناك من لبراليين ومن غيرهم ومن منافقين وهؤلاء أيضا عملوا بعد انتصار الثورة الإسلامية على خط الإنقضاض على الثورة الإسلامية والله سبحانه وتعالى كشف كل مؤامراتهم وأنجل الله سبحانه وتعالى المؤمنين المسلمين الشعب الإيراني بكل أديانه وطوائفه ومذاهبه وأعراقه من المؤامرات الكبرى التي تحوكها في الغالب الولايات المتحدة الأمريكية وأجهزة استخبارات كبرى مثل الموساد مثلا وطبعا دول في المنطقة لاحظتم في الفترة الأخيرة هذا المشروع الذي سمي جزافا بمشروع الحجاب هو موضوع ليس له علاقة بالحجاب هو موضوع له علاقة مباشرة بإسقاط نظام الجمهورية الإسلامية وتفكيك وراها من الداخل حصوننا جميعا والجمهورية الإسلامية في العراق في كل مكان المجتمعات الإسلامية مهددة من الداخل يأتون يمارسون كل أساليب كل أنواع وأساليب القوى الناعمة للتأثير على الجمهورية الإسلامية وعدهم الشباب الآن فرصة سواء في إيران طبعا أو في العراق ولاحظتم في العراق مع كل الأسف ولاحظتم كما قلت لكم في المحور الأول اهتمام المرجعية العليا بموضوع الأيتام هذا ليس موضوع الأيتام يعني موضوع الشباب بشكل عام نحن مقصرون تجاههم جميعا حتى في الجمهورية الإسلامية وهذا من باب المؤمن مرآة أخيه المؤمن وعينه ودليله يجب الاهتمام بهذا هؤلاء الشباب يجب الاهتمام بشريحة الفتيان والفتيات لكي لا تنطذي عليهم هذه الألعيب ولا تمرر عليهم هذه المشاريع الكبرى الآن فشل مشروع الحجاب وكشفوه شافوه شافوه لا هذا مشروع اسمه مشروع التعري هذا مشروع ويقولونه بكل صراحة يقولونه احنا الحجاب اذا اسقطنا الحجاب واجبرنا الجمهورية الإسلامية على التخلي عن قانون الحجاب هو ماكوش اسم قانون الحجاب هو اكو قوانين قوانين لها صلب القيم بالقيم يعني شلون الغطاء الرئيس اللباس الشرعي هذا كل له صلب القيم حتى اكو دول مثل مصر وهي المصر ما عندهم الحجاب ليس اجباريا مع انه فرض شرعي الله سبحانه وتعالى امر به النبي ليأمر به نساءه وباقي نساء المؤمنين بان يدنين من جلابي بهن هناك قوانين باسم قوانين العيب تعوض الى حد ما موضوع قانون الحجاب او ما يسمى بالحجاب الاجباري هذا فشل في الجمهورية الاسلامية لكن كشفت بعض التقارير مؤخرا انا اطلعت عليها من بعض مراكز الابحاث والتفكير وخصوصا كما قلت لكم في الولايات المتحدة والكيان الصهيوني عن وجود او استعداد لتنفيذ مشروع كبير جدا هذا المشروع يتألف من ارتكام جرائم عديدة في الجمهورية الاسلامية بحق الشعب الايراني المظلوم لتحقيق جملة من الاهداف وان تبقى دائما ايران على صدر الاخبار العناوين الاولى الصحافة الاعلام الدول الاتحاد الاوروبي الولايات المتحدة ما يسمى بمنظمات حقوق الانسان لاضعاف ايران وايضا لممارسة الضغوط كبيرة على الجمهورية الاسلامية فيما يتعلق بمفاوضات الاتفاق النووي اما انتم لاحظتم وحتما شفتوا مثلا الاتحاد الاوروبي الولايات المتحدة الامريكية يفرضون عقوبات على الجمهورية الإسلامية في موضوعات حصل أكبر منها في العراق في قضية المظاهرات التي سميت المظاهرات تشرين ويقولون أكو قتل لمتظاهرين وقتل لقوات أمنية وأكو حرق وأكو 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 وأرفع الناس الذين قاموا بهذه العمليات لا هو الحجد الشعبي لا هم فصائل المقاومة بل حتى ولا هم القوات الأمنية لأن هي القوات الأمنية كانت ضحية هل فرضت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي عقوبات على حكومة مصطفى الكاظمي التي جاءت ويفترض بها أن تكون نتاج لهذه المظاهرات وأن تكشف ما حصل أصلا في عهد مصطفى الكاظمي تم اختيال ناشطين عدد كبير من الناشطين تم اختيالهم في عهد مصطفى الكاظمي يفترض تفرض عقوبات على حكومته هذا لم يحصل أو على الجماعات التي يعرفون جيدا هي التي ارتكبت مثل هذه الجرائم فالمهم هو المخطط يراد له في إيران أن يعني إيجاد المزيد من الفوضى عن طريق عناصر جاسوسية جواسيس واكتشفوا الإيرانيين الكثير من هؤلاء العناصر وهؤلاء بالمناسبة هم منفذون هم غير مخططين لأن غرف التخطيط موجودة في دول أخرى خارج الجمهورية الإسلامية والجمهورية الإسلامية تعرف ذلك جيدا ولديها معلومات كبيرة بعض الإجراءات التي يراد لها أن تحصل يعني من هذه الجرائم في الجمهورية الإسلامية جرائم تحدث صدمة في الرأي العام العالمي وفي الرأي العام المحلي في الجمهورية الإسلامية مثلا هذه تقارير استخبارية تم الكشف عنها عن طريق بعض الذين لديهم صلاة جيدة مع الجمهورية الإسلامية الجمهورية الإسلامية تعرف اغتيال كبار المسؤولين أو الكوادر المهمين في الجمهورية الإسلامية حرائق متعمدة واسعة والنطاق طبعا هذا إنه درس إنه همها هذا نفس الشيء يجب أن يلتفت إلى السيد مصطفى الكاظمي في المرحلة المقبلة أنا إن شاء الله أنوي أتحدث أيضا عن هذا الموضوع فيما يتعلق بالسيد مصطفى الكاظمي موجود الذئاب المنفلتة موجودة السلاح المنفلت موجود هذا كل جاهز لكي تتمت لهذه العمليات وبعدين والله الحكومة عاجزة ضعيفة كذا لازم تسقط تفجيرات إرهابية في التجمعات حتى تحدث المزيد من الألم وطبعا يكون لها بريق إعلامي إسقاط طائرات مدنية طائرات نقل ركام مثلا مهاجمة ثقنات مواقع عسكرية منشآت نفطية منشآت لها صلة بحياة المواطن سايلو وغير سايلو اقتصادية التخريب في المنشآت النووية وقلت لكم هم مسكوا جماعات كانوا يخططون للتنفيذ في إصفهان مثلاً وفي بعض المدن الأخرى التخريب في المصانع والصناعات الحيوية هجوم إليكتروني عميق على منشآت أيضاً حيوية أعمال إرهابية عمياء قتل منا ومنا تفجير منا ومنا مثلاً الاهتمام ببعض الموضوعات اللي يعني شعبوية مثلاً البثال والعياذ بالله لا نتمنى أن تحصل ذلك هذه الأمور مثلاً طائرة تنقل فريق كرة قدم رياضيين رياضيات فريق طبي هلال أحمر يفجروها بطرق مختلفة يخطفوها يفجروها هذا العمل خب تعرفون يعني الأرهاب لا أمة له ولا هوية لها له ومجاهدي خلق المنظمة الأرهابية المعروفة نفذت مثل هذه العمليات سابقاً مثلاً انهيار بعض البنايات الضخمة السجن اللي شفتوه حريق سجن إيفين في مكان قسم تابع لبعض المجرمين الخطرين وثبته أنا شفت اليوم مثلاً رئيس القضاء السيد محسني أجئي قال هذه عملية كانت مدبرة من الأعداء يقصد الأعداء واضح الولايات المتحدة الأمريكية والموساد ومن لف لفهم لاحظتم أيضاً قائد الحرس الثوري السيد حسين سلامي هدد بوضوح وجه تحذيراً لافتاً إلى المملكة العربية السعودية وإلى دول أخرى في الجوار أذربيجان مثلاً جمهورية أذربيجان هناك نشاط الموساد على قدم وساق لإيجاد تغييرات جغرافية في مناطق الحدود وأيذاء الجمهورية الإسلامية عن طريق الموساد الإسرائيلي اللي إلى مقر كبير وقيادات وقواعد في باكو في جمهورية باكو المجاورة القائد حسين سلامي نصح المملكة العربية السعودية بأن تضع حداً لما تقوم به وسائلها الإعلامية خصوصاً قنوات تمولها السعودية باللغة الفارسية وتقوم بالتحريض والتحريك وقال بالحرف الواحد إذا لم تضبطوا هذه القنوات فإن دخانها سيحرق عيونكم يعني الإيرانيين أيضاً جادين في مواجهة مثل هذه المؤامرات ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم وأنا واثق من أن الله ينصرهم اللي يعمل للأله الله ينصره يسدده الإيرانيين أثبتوا خلال الفترة الماضية أنهم على الطريقة الصحيحة على الجادة هم على الطريق الصحيح وإن الله إن الله يدافع عن الذين آمنوا ويغرق أهل فرحون سآية منها وآية منها من ضغط الاقتباس ابقوا معنا الأمريكيون يخاطبون آل سعود فلتواجهوا الحوثيين بأنفسكم فس المشكلة أن هذه صحيفة هذه الصحيفة يعني هي صحيفة المحافظين الأمريكيين تعبر عن سياسة المحافظين في الولايات المتحدة الأمريكية اسمها The American Conservative كتبت بقالة تحت عنوان الحلفاء الذين يؤذون الولايات المتحدة ليش أقول المحافظين لأن المحافظين يعني جماعة ترامب ترامب دونالد ترامب وترامب يقول أنا أريد أرشح سأفوز قطعا في الانتخابات المقبلة وترامب نفسه اللي هدد السعودية واللي فعل ما فعل مع السعودية وقال السعودية مع كل الأسف فهنا لا ننظر هكذا للأخوة في المملكة العربية السعودية هو يقول يقول السعودية كالشات أو شات أحلبها إذا جفها ضرعها نسلخها هسة تيجي السعودية هسة تيجي السعودية تخفض إنتاج النفط طبعا هي مبحدة يعني السعودية وأوبك يعني مثلا بعض الناس بعض الناس اللي تعبر عليهم هاي الشغلات يقولون ها والله السعودية الآن ضد الولايات المتحدة الأمريكية صارت حليفة لروسيا لا هذا مصحيح يعني هل إيران أضو في أوبك يعني هل هذا الموقف تخفيض النفط المحافظة على الأسعار اللي هو يخدم إيران أيضا هل إيران والسعودية حلفاء لا طبعا هل السعودية تخدم إيران طبعا لا هسا حتى يكون معلومات يعني بسبب هذا التدخل اللي أشرت إليه في المحور السابق فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية وتحريض على إيران السعودية طلبت لقاء استئناف الحوار الذي كان قد قويت منه عدة مراحل مع الجمهورية الإسلامية الجمهور الإسلامية لا وافقت كما أن اليمن لا وافقت على تمديد الحدنة فأقول أن المملكة العربية السعودية الآن تريد بأي شكل من الأشكال ألا ينجح بايدن والحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المقبلة وفي الانتخابات اللي هسة بعد أيام النصفية للكونغرس اللي هي لها تأثير كبير في تغيير ميزان القوى في الولايات المتحدة الأمريكية مهمة فهذه الرسالة وصلت يعني حتى عند الأمريكان وصلت يعني حتى الإدارة الأمريكية إدارة بايدن وصلتها هذه الرسالة أن المملكة العربية السعودية وهي حتى عندما قام بايدن بزيارة جدة ما كان يعني ما حقق شيء لم يأخذ شيء من المملكة العربية السعودية لأن السعودية تريد تريد فوز ترامب ترامب اللي قاله ما خليكم تتعلمون فارسي بسبوعين ترامب ها طبعا هو قال شيء آخر رس أنا شوي يعني استنبطت هذا الكلام قالهم إذا قالوا مو أحنا أنتوا راح تتعلمون فارسي بسبوعين يعني راح تكونون تحت الاحتلال الإيراني إيران راح تجيكم وأحنا اللي مانعين هذا الاحتلال زين هذا المقال مقال كلش مهم في The American Conservative قلت لكم هذا الموقع يعبر عن سياسة المحافظين في الولايات المتحدة هذا يتحدث عن قضية التحالفات لدى الولايات المتحدة مع دول أخرى في العالم ومدى أهمية هذه التحالفات والعلاقات فعليا بين الولايات المتحدة وهذه الدول وتأثير هذه التحالفات على الولايات المتحدة وما أصبح يُعرف بالعبئ يعني يقول هذن الدول اللي أحلمت حالفينه لها صارت علينا عبئ جايت الذينة عبئ عبئ ما جايت فيدنا مثل كوريا الجنوبية وتركيا وتوقف المقال كثيرا عند المملكة العربية السعودية الكاتب هم شخصية مهمة داغ باندو هذا داغ باندو كاتب مهم في الولايات المتحدة الأمريكية هو زميل أول في محة كاتو كان مساعدا خاصا سابقا للرئيس انتبهوا رونالد ريغان تذكرون رولاند ريغان كان ممثل سينمائي وأول رئيس دشن رئاسته في الولايات المتحدة الأمريكية مع أزمة الرهائن الأمريكيين في الجمهورية الإسلامية الإيرانيين فاوضوه على الإفراج على الرهائن ولم يقبلوا التفاوض مع كارتر يعني مهدوا لسقوط كارتر وهذه إيران تقدر تلعب في المعادلات داخل الولايات المتحدة الأمريكية هس المملكة العربية السعودية تريد أن تلعب نفس الدور وطبعا هذا صاحب مؤلف كتاب اسمه الحماقات الأجنبية إمبراطورية أمريكا العالمية الجديدة يجي هذا الكاتب يشير في هذا المقال إلى عقيدة تحت عنوان ضرورة الحلفاء يقول نعم بحاجة إلى حلفاء لكن عقيدة ضرورة الحلفاء بالنسبة لواشنطن وفق فلسفة تقول أن الولايات المتحدة يجب أن تكون البلد الأكثر أمنا في العالم الأكثر أمنا واستقرارا في العالم يقول لك بما أنه أنا عندي حلفاء بس هؤلاء الحلفاء لازم هم يكونون وسيلة وسيلة انتبه اللي قال ترامب شات هلب سلخ جلد حتى يستقر وضع الولايات المتحدة الأمريكية حتى يكون القدر الشرائية للمواطن الأمريكي أعلى من بقية الدول في العالم يعني هذا اللي يسمون الأمن القوم الأمريكي عن المصلحة الأمريكية العليا أمريكا تعلو فوق الشعوب تمتص خيراته والدول الأخرى الحلفاء وسائل ليس إلا أما إذا تحولت هذه الوسائل إلى عبء شدنا به هكذا يكتب هذا المقال يقول بعض الحلفاء كما في الناتو مثلا في الناتو مثل لوكسنبور دولة صغيرة والجبل الأسود هم دولة صغيرة يقول دولي حلفاء سوريون شوفوا يا عراقين أمريكا شون تتعامل ويا حلفاء هات حتى احنا بنعرف شلون نختار حلفاءنا الجمهورية الإسلامية لم تخذوا الحليفة قط لم تخذوا الحليفة لا حركة ولا دولة هاي سوريا أقبالك وهاي روسيا أقبالك وشوف الجدل السائد الآن حول الجدل أقول حول الطائرات الإيرانية المسيّرة ودورها وتأثيرها في أوكرانيا بس هذا كلامهم هم مو كلامي لأن الإيرانيين ينفون بس بالنتيجة إيران لم تتخذها عن حنفها دعم سياسي دعم شون تسمي سمي أما سوريا أمامك هم شوفوا والعراق أيضا في معركتنا مع التنظيم الأرهابي وحنا مع كل الأسف ما وصلنا في العلاقة مع الجمهورية الإسلامية إلى دور الحليف الساتيجي السفير الأمريكية تريد تقول تعالوا طبقوا اتفاقية الإطار الاستراتيجي اللي هم ما نفذوها من إجا التنظيم الأرهابي ودخل إلى العراق لما نشافوا إيران إجت ودخلت قالوا لا خلوا روح دخلوا بعدين شون المكافئة اغتيال قادة النصر فيقول لولي دول سورية على أرض الواقع لكن واشنطن تعاملهم كما لو أنهم أصدقاء على منصة فيسبوك كلما زاد مراحهم وضجتهم واعتبروا أن قيمتهم ستكون أكبر لدى العاصمة الأمريكية إيش تنظر لحلفاء هذا بالاتحاد الأوروبي في النيتو بعدين أشار إلى أن قوة الولايات المتحدة وثرواتها جعلت حليفا مفضلا لدى العديد من الدول التي تعتبر أن واشنطن تؤمن لها غطاء سياسيا على المستوى الدولي وأهم أعضاء هذه الغطاء سياسي يدون يعني يشعرون هم محميين من الولايات المتحدة السعودية تركية وكوريا الجنوبية علي تعال يقول أسوأ جريمة ارتكبها بن سلمان يجي هسا على السعودي يقول عائلتوا شنو أنتوا جاي تحمون وقدمون الدعم للمملكة العربية السعودية وهي صارت عليكم عبئ خصوصا وأن أسوأ هذا كلام المقال قلت لكم هذه تعبر هذه الجريدة عن سياسة المحافظين سياسة الجمهوريين ومن معهم من المحافظين محافظين محافظون أسوأ جريمة ارتكبها ابن سلمان هي غزو اليمن حيث قتل فيه حوالي أربعمائة ألف مدني هذه الصحيفة الأمريكية وأكد أن الحكومة الأمريكية كانت بالطبع شريكا دمويا للسعودية ليش؟ لأن الولايات المتحدة دعمت الرياض التي ارتكبت جرائم متعددة ويتوقع النظام السعودي كما يقول الكاتب من الجنود الأمريكيين أن يتصرفوا كحراس شخصيين للأمراء بعدها يشير إلى أزمة أوبيك الأخيرة بين البلدين والتي شكلت الخلفية المباشرة السوى لصالحهم أزمة أوبيك لصالح المحافظين يقول والتي شكلت الخلفية المباشرة لكتابة هذا المقال فقال باندو أن الرياض أذلت إدارة البيت الأبيض يعني بايدن وخفضت إنتاج النفط بعد أن خضع بايدن وزار المملكة وقام باستجداء محمد بن سلمان لزيادة مبيعات النفط معتبرا أن المشهد يجعل المرأة يتساءل عن واقع الدولة التي كانت القوة العظمى عالميا طبعا لما ينعودهم خلاف ويا بايدن فيستهزئون بيقال لكنها دولة عظمى هسا أنت تروح تستهزي عفوا تستجدي وتتوسل بالسعودية السعودية شنو؟ مو كان بايدن كان ترامب يجرجرها الجرجر فارق خشمها أخيرا يقدم المقال النصيحة يقول يجب على واشنطن ترك العائلة السعودية العائلة المالكة في المملكة العربية السعودية يستخدمون الأسلحة الأمريكية التي اشتروها من الولايات المتحدة للدفاع عن أنفسهم أمام الحوثي أليس هذا درس لنا؟ في أمان الله